سيد شريف انا هتقلي كويس انا دايما كنت فاكر يعني ما تزعلوش يعني راجل مش متخصص انا كنت دايما فاكر او تحت انطباع ان احنا عندنا الخضروات والموالح هم الرقم واحد في مسألة التصدير بس انا هتقلي ان صناعات الهندسية في الفترة اللي فاتت هي اللي عدت الخضروات والموالح هل ده صحيح ولا غلا شو تأكد من المعلومة بصراحة بالزبط بس احنا طبعا حصل نمو في سنة 2021 احنا حصل عندنا ارتفاع 53 في المية في حجم الصادرات فاحنا حصل تحصل قفز في المنطقة في الصادرات هو الصين صين هو المنافس الرئيس بداعنا هو اللي بيخليвидات محيطة على اغلب الدول اللي محيطة بينا سواء الخليج او شمال افريقيا أو أفريقيا نفسها ومع جنوب أوروبا اللي هو السوق الرئيسي لمصر مع الكورونا طبعا وارتفاعة كلفة الشحن الرهيبة اللي حصلت في 2021 الصين خرجت بره المنطقة ما بقيتش منافسة في المنطقة مين البديل الجاهز اللي هو يصدر كان مصر عشان كده الزيادة اللي حصلت ومش بس فقط زيادة في حجم الصدرات احنا فيه منتجات ما كناش بنحلى منها تدخل لأوروبا مثلا لا زادت صدراتنا لأنه ما بقيتش بتوصلوا من هناك الشاشات التلفزيون مثلا القواني المنزلية الأجهزة المنزلية حصل فيها طفرة جامدة لأن الأجهزة المنزلية بتاقت حجم كبير في الكنتينر فمع ارتفاع تكلفة الشحن اللي حصلت نتيجة الكورونا بقى مصر بقت طبعا منافسة جدا طب ازاي تحافظ على ده يعني الصين هترجع انت برضو يعني ما الصين دي الصين دي المكان الأكبر طبعا ازاي ترجع ازاي تحافظ انت على الأرض اللي انت قدرت تكسبها من مميزات التصدير انت لما بتاخد بنطقة في سوق او بتاخد جزء من الشوق شريحة من السوق بالضبط لا بتقدر تحافظ عليها لانه خلاص الرجل بيتعود عليكم وبعد كده هو جرب سهولة الاستيراد من مصر وقت اقل ممكن يكون برضو لو شمال افريقيا احنا منتكلم لغة واحدة سهولة السفر حتى لمصر سعر افضل مفروض احنا بقينا منافسين سعريا لما الصين خرجت برا حتى لو رجع دلوقتي وبقى منافس لك سعريا العميل جرب منتج المصر ودي كانت اكبر ميزة للأسف السنية احنا كنا حاطين خطة طموحة جدا في 2022 جزء كبير جدا ما تنفس نتيجة طبعا جزء منها لانتيجة ظروف خارجية زي حرب روسيا واوكرانيا وجزء الأكبر كان نتيجة نقص الدولار ده طبيعة الصناعات الهندسية لان الصناعات الهندسية بتعتمد على متخلات كتير جاية من بره لأسف احنا عندنا من 40% ل50% تقريبا من المكونات والمواد الخام بتسترد من الخام اما وفرتها اساسا انه تلاقي حد بعتلك بسهولة او تمنها وتدبير في روسيا طبعا ده كانت المشكلة من ناحية دية على المستوين مزبوط كده بالظهر كان نقص الدولار اثر في قدرتنا على الاستيراد وفي نفس الوقت المشاكل اللي حصلت لانه فيه خامات كتير كان بيتيجي طبعا من روسيا واوكرانيا في الصناعات الهندسية في ذات المعادن وبعض الأجزاء بلستيكية كانت تيجي من هناك فده اثرت في الخطة اللي احنا كنا حطيناها